كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن بنات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ندخل إلى بيت الرسول الأكرم نتعرف على أفراد أسرته وخصوصا البنات لأن بعض الناس يتبرمون من خلفة البنات بعض الناس يتبرمون من خلفة البنات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يتني عليهم كان يقول لا تؤذوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات لا تؤذوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات وكان يقول صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فعلهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار فقال صحابي وإثنتان قال وإثنتان وقال آخر وواحدة قال وواحدة لهذا تعالوا بنا أحبابنا الكرام نتعرف على بنات النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل معهن سيبنا النبي كان له أربعة بنات جميعهن من زوجته الغاليات السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أربع بنات وهن زينب ورقية وأم كالتوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين الغريب أن جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفينا في حياته كلهن ماتوا في حياته معدى فاطمة لحقت به بعد بضعة شهور كلهن فارقنا الحياة وهن في سن صغيرة أكبرهن لم تتجاوز الثلاثين من العمر شيء مؤلم ومؤسف للغاية تعالوا أحبابنا الكرام نتعرف عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم البنت الكبرى من هي هي السيدة زينب أنجبتها أمنا خديجة رضي الله عنها وكانت فرحة النبي صلى الله عليه وسلم فرحة عظيمة لأن كان عمره أنداك سيدنا النبي ثلاثين سنة في ريعان الشباب لما رزق بزينب كان فرحا ولا يرى إلا مسرورا يضمها إليه ويشتم رائحتها ويذاعبها لما بلغت سنة الرشد تقدم لخطبتها ابن خالتها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا وحينما بُعِث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أسلمت وحسن إسلامها ولكن زوجها اسمه أبو العاص ابن الربيع كان رجل لبيب عاقل ولكنه رفض أن يعتنق الإسلام فكانت ورطة كبيرة كيف أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها يرفض الإسلام وكانت لها علاقة وطيدة مع زوجها محبة كبيرة حتى إنه استحي وقال لها قال لها يا زينب تعلمين ما كانتك عندي ولكني أخشى أن يقال بأن فلان أسلم إرضاء لزوجته وبقي على شركه بل لما قامت أول معركة في الإسلام غزوة بدر كان لزاما أن يصطف إما في صفوف المسلمين أو صفوف المشركين فاصطف في صفوف المشركين زينب كانت دايما ترى تبكي دايما تبكي لأنها كانت متعلقة بهذا الزوج بينهما محبة ومودة ولكن الله تعالى لم يحبب له بعد الإيمان إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء دوما كانت تردد هذه الكلمات كلما سمعت أخبار عن زوجها وعلمت بأنه لازال في صفوف المشركين تبكي وتقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء حتى إنه لما انتهت المعركة وقع أسير من الأسرة وكان الناس يفدون أهاليهم فزينب رضي الله عنها أرد أن تفديه رغم أنه مشرك لأنه كان زوجها وأبو ابنها الصغير فرحت بابنها وتريد أن تسترجع زوجها ولكنه مشرك فكان أن سن النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفداء أن من قام بتقديم الفدية ممكن أن نطلق الأسير فجاءت زينب على استحياء تختفي لم تكن تملئك إلا قلادة كانت قد أهدت لها أمها خديجة يوم زواجها وهذه القلادة كان قد اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم وبدوره أهدغ لزوجته أمنا خديجة فلما بلغ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمتعة الفدية رأى القلادة قال هذه قلادتنا كنت قد اشتريتها لزوجة خديجة رحمها الله فلما سأل وحاول أن يبحث وجد بأن الأمنا خديجة أهدتها لابنتها زينب يوم الزفافها وزينب اليوم تريد أن تفدي بها زوجها وهو مشرك تحركت مشاعر المحبة والوفاء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر خديجة رضي الله عنها وبكر فقال النبي الكريم لرجال الأمن المكلفين بالأسرة قال إن رأيتم أن تطلق لها أسرها وترد عليهم لها ففعلوا ذلك وكانت تدعو الله تعالى أن يهديه للإسلام وفعلا قبل فتح مكة المكرمة ربنا سبحانه وتعالى سوف يفتح قلبه للإسلام ويرجع إلى زينب رضي الله عنها وفرحت بعودة زوجها وفرحت أكثر بأنه قد حبب الله إليه الإسلام لأن بينها وبينه ابن صغير وهو كان ودود رغم أنه كان مشرك لكن ما إن أسلم واجتمع معا حتى أدركت الوفاة توفيت رضي الله عنها ودفانها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلها إلى القبر وكان يبكي لأن هذه البنية لم تفرح كثيرا منذ أن ولدت وهي صغيرة تركتها أمها وهي صارت داقة ديوت مبكرا عاقب زواجها مباشرة ومنذ أن تزوجت وصار الصراع بين المسلمين والمشركين افترقت عن زوجها وما إن عاد إليها واجتمع الشمل بينهما حتى أدركت الوفاة وماتت إنها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم البنت الكبرى بعد زينب جاءت رقية رقية رضي الله عنها ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عمره 33 سنة أيضا لما رزق بها كان دوما يشعر بالفرحة ويشعر بالسرور وبعدها ستأتي بني أخرى اسمها أم كلتم حينما بلغت كل من رقية وأم كلتم سنة الزواج قبل الإسلام جاء أحد السياد قريش وهو أبو لهب كان يلقب عبد العزة بن عبد المطلب من أشرف قريش جاء يخطب من النبي بناته قال انت عندك بنيتين رقية وأم كلتم على درجة عالية من الأدب والحسن أريد أن أخطبهما لولدي عتبة وعتيبة فوفق النبي صلى الله عليه وسلم وتم هذا الزواج لكن الذي وقع وهو أنه لما جاء الإسلام صار أبو لهب من أبرز قادة المشركين فأما رقية فهي كما دوما تتبرم من هذا الزوج عتبة وقبل أن يدخل بها طلقها ولحقت بأبيها بنت النبي الكريم صارت مطلقة فبقيت عند أبيها وكان أبوها يقول لعل الله تعالى يعوضك خيرا منه تقول يا أبتي فيه سلوكات شديدة وعنيف وتصرفات غريبة فقبل البناء قبل أن يدخل بها طلقها وكان النبي الكريم تقول لها لا تحزني لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمر ما هي إلى مدة قليلة فجاء خاطب أخر من أرفع وأنبل شباب الصحابة وهو سيدنا عثمان ابن عفان رضي يضه عنه فما إن تزوج بها حتى أصابها مرض شديد فصارت رقية طريحة الفراش هي الأخرى لم تفرح منذ أن كانت صبية رزقت في أمها وضقت مرة اليتم ماتت الأم ولما تزوجها الرجل أول عتبة كان أبوه هو شيخ المشركين كان يعنفها فقبل الدخول طلبت الطلاق وما إن أكرمها الله تعالى بهذا الشاب الوسيم الأريب سيدنا عثمان عفان إلا وقد أصابها المرض فبقيت طريحة الفراش سيدنا عثمان كان نعمة زوج كان يعتني بها ويقدم لها كل أسباب المساعدة لدرجة أنه لما قامت غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم استأدنه عثمان يا رسول الله إن زوجة رقية مريضة وتحتاج لمن يقوم بشؤونها فآذن له أن يتخلف عن غزوة بدر كان عمرها أنذاك 22 سنة اشتد المرض تلك الأيام وازداد ثم توفيت توفيت عن عمر مقداره 22 سنة كان سيدنا النبي يبكي عليها بكاء شديدا كانت تسمى بذات الهجرتين لأنه هاجرت في الأول هاجرت مع سيدنا عثمان إلى الحبشة لما كان الصراع مع المشركين وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة هاجرت معه وفي المرة التانية عادت إلى مكة ثم هاجرت مرة تانية إلى المدينة فتسمى ذات الهجرتين حزن كثيرا سيدنا عثمان لوفاة زوجته رقية وبقي يبكي ليلة نهار وكان النبي الكريم يواسيه ودفنت في مقبرة البقية هذه عن رقية أما البنت الثالثة فهي أم كالتوم أم كالتوم لما أنجبها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره أنا داك حوالي خمسة وثلاثين سنة فرح بها البنت الثالثة سعد بها سعادة عظيمة ولما بلغت كما ذكرنا زوجها مع ابن أبي لهب عتيبة وذلك قبل البعته ولكن المشكلة هو أن عتيبة لم يسلم أيضا فطلبت الطلاق فطلقت لما توفيت أختها رقية التي كانت في زوجة سيدنا عثمان في السنة الثالثة للهجرة أنا داك بقيت أم كالتوم من غير زوج وبقي عثمان يتردد على بيت النبوة فارتأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج ابنته أم كالتوم لعثمان فقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أثاني جبريل فقال إن الله يأمرك أن تزوج عثمان أم كالتوم على مثل صداق رقية فتقدم إليها عثمان وفرح بها وتزوجها فكان سيدنا عثمان محظوظ أنه تزوج ببنتي للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج مع رقية أولا عاش معها مدة قليلة وقد أصابها مرض عضال وتوفيت ثم أختها أم كالتوم التي كانت تقوم بالصهر عليها تزوجها فسمي عثمان بذن نورين يسمى ذن نورين لأنه تزوج البنتين بنتين النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سيدنا عثمان أيضا ما هي إلا سنوات معدودات حتى توفيت أيضا أم كالتوم وهي صغيرة سيدنا عثمان كان يشعر بحزن عميق وحزن معه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسيه ويقول يا عثمان لو كدت عندي بنت ثالثة لزوجتها لك بكى النبي الكريم وبكى عثمان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بتغسيلها تقول أم عطية وهي راوية كيف يتغسل المرأة الميتة يوم وفاتها قالت خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي لابنته أم كالتوم فقال اغسنها ثلاثا المرأة الميتة اغسنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر ثم اجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآدناني قالت فلما فرغنا من غسلها نادينا النبي الكريم فجاء إليها وقبلها بين جبينها ثم ألقى إلينا حقوه قال أشعرنها إياه إن أخذ سيابه الذي يلبسه وأمر بأن تكفن فيه ابنته وهذا منه تعبير عن كبير محبته لها والشديد حزنها عليها هذه الفتيات هم بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفين جميعهن في حياة النبي زينب ورقية وأم كلتم والرابعة هي فاطمة الزهراء رضي الله عنها فاطمة هي آخر بنات النبي وأصغرهن كانت تلقب بالزهراء وكانت تكن بأم أبيها فاطمة الزهراء كانت هي قرة العين للنبي الكريم بعد أن ماتت أخواتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعانقها ويشتم رائحتها ويشعر بحزن فراق أخواتها كان يعزها كثيرا وكان يتمنى لها بعد أن كبرت وبلغت سن الرشد أن يختار الله لها زوجا فكذا بعد الخطاب يأتون إليها ولكن تمنى أن يكون الخاطب هو سيدنا علي بن أبي طالب فلما تقدم إليها للخطبة فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا رغم أن علي كان فقير لم يكن يملك شيئا والصداق الذي قدمه سيدنا علي هو درع درع حربي الذي يستعمل في الحروب فأعطاها مهرا درعا وأقام لهذه فهبسيط قال أولم ولو بشات جاء سيدنا علي بشات صغيرة والنبي الكريم كان يشدخ الدقيق والسم يعد الطعام ولما اجتمعت النسوة لزواج فاطمة جاءت إحدهن وقالت أنا عندي وصية من أمها خديجة لما متت قالت عهد عليك يوم الزفاف ابنة فاطمة قدمي لها هذه الأساور أساور بسيطة فتذكر النبي الكريم زوجته السيدة خديجة وتذكر كيف مات له كل الأحبة مات البنات وماتت الزوجة وقبلهما ماتت الأم والأب سيدنا النبي ذا قال المرر من كل شيء لكن فاطمة هذه كانت تحمل معها البشائر ولدت أولاد طيبين من أبرزهم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح للحسن والحسين مرة كان يداعبهما فجاءت فاطمة وجاء علي فإذا بالنبي يأخذ كساء ويضمهم داخل الكساء ويقول اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم فأذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا وهؤلاء يسمون نواة آل البيت ويسمى حديث الكساء فاطمة كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تشبهه وكانت فيها صفات النبي الكريم مرة تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجلز مع النسوة فقال ونحن جالسات وبجوارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت فاطمة فقام لها النبي لما يرى ابنته قادمة كان يقوم من مجلسه قال مرحبا بك يا ابنتي ويفتح يديه ويعنقها ثم أجلسها عن يمينه وبدأ يحدثها ثم صارها قالها كلام كلام سري في أذنها فبدأت تبكي بكاء شديدا فلما رأى حزنها صارها للمرة التانية أخبر بخبر سري فإذا بها تضحق كثيرا فتعجبت أمنا عائشة فقالت لها لماذا والدك خصك بالسر بيننا نحن النسوة كلنا أسرة واحدة ولكن أنت خصك بالسر من بيننا فسألتها على ماذا أخبرك قالت لها ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره لم تفشي له سر ولكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مرة سيدة عائشة رضي الله عنها فقتلها الآن وقد توفي رسول الله فأخبريني ماذا أسرك قالت في المرة الأولى أخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة واحدة وإنه هذه السنة عارضه مرتين قال ولا أرى إلا أن الأجل قد اقترب فيا بنيتي يا فاطمة اتقي الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك فلما علمت بأن سيدنا النبي سوف يتوفى وأن هذه علامة الوفاة مادم أن جبريل كان يعارضه القرآن مرتين مرة واحدة في السنة وهذا مرة مرتين مع الناس يودع قالت فبكيت بكاء التي رأيت ولما رأاني أبكي منجعجة أراد أن يسرني فقال يا فاطمة لا تبكي لا تحزني ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء أدي الأمة قالت بلى قالت فضحكت ثم أخبرها بأنك ستكونين أول أهل بيتي لحوقا بي أول واحد من أفراد الأسرة سيلتحق به أنت يا فاطمة وفعلا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم مرت ستة شهور فلحقت به فاطمة الزهراء رضي الله عنها كان النبي الكريم دائما يعانقها ويبشرها ويقول حسبك يا فاطمة من نساء العالمين حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد يعني خير نساء الجنة هم هؤلاء الأربعة مريم بنت عمران أم السيد المسيح عليه السلام وآسية امرأة فرعون رغم أنها كانت متزوجة برجل إدعى الألوهية لكنها آمنت وحسن إيمانها ثم خديجة بنت خويلد أول من أسلم من النساء ثم فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آخي العنقود وهي خير نساء العالمين هؤلاء هم أربعة بنات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كالتوم والسيدة فاطمة نتساءل علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناته وكان المجتمع الجاهلي يحتقر البنات كان الواحد منهم إذا رزق ببنت كان يرى وجه مسودا كما ذكر القرآن الكريم وإذا بشر أحدهم بالأنت ظل وجه مسودا وهو كضين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون هكذا كان العرب يتعاملون في الغالب مع البنات لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم سنة جديدة في التعامل مع البنات أنه كان يفرح لزيدتهم وكان يسعد بمرافقتهم وكان يقوم على خدمتهم ويستبشر بهن كلما ولدت له ابنة فرح بها واستبشر ويختر لها أجمل الأسماء نشأنا في بيت النبوة هنيئا لهم أبوهن هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهن هي خديجة رضي الله عنها أول من أسلمت على الإطلاق معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لبناته كانت في غاية الرحمة وغاية الحكمة من ذلك مثلا كان عنده ما يسمى بحسن الاستقبال والترحيب كلما رأى ابنته كان خارج في الأعمال في الخارج ودخل إلى بيته أول ما يفعل وهو حسن الاستقبال والترحاب يفتح يديه ويعنقهن ويقبلهن وكان صلى الله عليه وسلم يحرص دوما على إدخال السرور والفرحة على قلوبهن أي شيء قد يعكر صفهن أو يحزن نفوسهن لا يذكره بل كان يشهد على إدخال السرور على قلوبهن وكان يقوم بإتمئنهن على أسراره لا يطمئن على أحد ولا يأتمن أحد على أسراره إلا بناته بل كان من عظيم عنايته لهؤلاء البنات أنه يسارع بتزوجهن لمن رأى فيهم دين متين أو رجحة عقل وكان يحرص لما كبرنا أن يختار لهن الأزواج الأتقياء الصالحين ودوما كان يستشيرهن ويسألهن ودائما يعتبر رأيهن لما أنزل الله تعالى آية الحجاب والستر أمرهن بلباس الحجاب والستر في اللباس استجابة لأمر الله تعالى لما قال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غافورا رحيم لما نزلت هذه الآيات خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق واشترى أتواب مختلفات وجاء بهن إلى بناته وقدمه لهن كهدية وقال يا بنيتي لقد أنزل الله تعالى الأمر بالحجاب والستر فوضع الحجاب بيديه الكريمتين على أجسادهن يضع المنديل ويضع التياب ويعانقهن ويقبلهن فتقبلنا ذلك بقلب رحم كما كان صلى الله عليه وسلم يتدخل لحل مشكلتهم خصوصا لما تزوجنا وكنا لازلنا شابات صغيرات كالعادة تقع بعض المشاكل بين الزوجة وزوجها فيتدخل تدخله كان للإصلاح تدخله كان لربط القلوب بالمحبة وتجاوز الخلافات مثلا مرة قدم إلى البيت عند فاطمة فوجدها حزينة وعلم بأن في خلاف مع زوجها قال لها أين ابن عمك علي رضي الله عنه أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يعد ولم يقل عندي كان المفروض أنه العرب القيلولة لينوست نهار تكون في البيت فقال لنبي الكريم وأين هو الآن قالت لعله في المسجد فترك النبي الكريم ابنته فاطمة حزينة منكسرة وخرج إلى المسجد يبحث فإذا به يرى سيدنا علي مضطجع في المسجد يرقد وقد سقط رداءه عن شقه وأصابه التراب صار تراب المسجد كله على وجه وعلى جبهته فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يربط على صدره ويقول له قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب يمسح عنه التراب ويعانقه ثم أخذ بيده وجاء به إلى البيت وأصلحه مع زوجته ودع لهما بالسعادة والهنع وقال يا فاطمة نعم البعلوكي ويا علي نعم الزوج زوجتك ثم ضم اليد في اليد وقال بارك الله لكم وانصرف عنهما هكذا كان يتصرف النبي الكريم مع بناته وإذا إحداهن رزقت بأولاد كان يشارك في العقيقة فكان يشتري الكبش ويدبح بيده ويدعو العائلة والمقربين والجيران فلما إزدان الحسن والحسين فرح أكثر ودبح لكل منهما كبشا كبشا وأيضا من أهم ما اهتم بهم أنه لما ربنا عز وجل أمره بالدعوة للإسلام أول أمر لما نزل قوله تعالى وأنذر عاشيرتك الأقربين أمره الله بالجهر بالدعوة لأن الدعوة في الأول كان سرية لكن فيما بعد قال له لابد أن تكون الدعوة جهرية فنزل عليه قوله تعالى وأنذر عاشيرتك الأقربين ثم قال يا واصدع بما تمر جاء إلى قومه فقال يا معشر قريش يا بني فلان يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس أبنى عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفي يا عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا كان يدعو بناته واحدة واحدة وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصب أي إحدهن شدة أو حزن أو مرض كان يقف بجانبها كان يقوم على خدمتها حتى إنه أذن لسيدنا عثمان ابن عثمان لعدم الخروج إلى بدر قال هل لا بقيت عند زوجتك رقية وقنت مريضة فقال سيدنا عثمان يا رسول الله هذه أول غزوة في الإسلام بدر أريد أن أشارك قال له إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا ولك سهمه فربنا أعطاه نفس الأجر والتواب الأخروي وله سهم إذا وقع النصر وهكذا بقيت عناية النبي صلى الله عليه وسلم ببناته حتى بعد وفتهم سيدنا النبي مات له البنات الأربعة كان يهتم بغسلهم وكان يضع تيابه على إحدهم ويشهد جنازتهم ويقوم بدفنهم صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم بنات النبي الكريم أما أولاده فللنبي الكريم أربعة أو تلات أولاد إثنين دوما هم من خديجة بنت خويلد أنجب منها إثنين من الأولاد وهما القاسم وعبد الله أما التالت فهو إبراهيم وقد أنجبته له السيدة ماريا القبطية رضي الله عنها أما القاسم هذا أول فرحة هذا الأولاد الذكور القاسم هو أول أبناء النبي الكريم ولد في مكة المكرمة لما إزدنى هذا الإبن فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما كان عمره أندك حوالي 27 سنة سيدنا النبي كان مازال في أول الشباب تزوج على 25 وأنجب على 27 القاسم فرحة عظيمة دخلت إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصر يكن به يقال يا أبا القاسم لأن العرب كان عندهم الشرف أن الإنسان ينادى بإسم ابنه الذكر الأول فرحة النبي الكريم عارمة بالقاسم كان يعنقه ويأخذه دوما بين يديه ويحضر به المجالس ولكن القاسم ما هي إلا أقل من سنتين توفي مات القاسم ولازل رضي عنه حزن النبي صلى الله عليه وسلم كثير لكن فيما بعد سيرزقه الله تعالى بعد البعت سيرزقه بابن آخر وسوف يسميه عبد الله هذا الاسم كان محبوب عند رسول الله كان يقول خير الأسماء ما حمد وما عبد سماه عبد الله وكان يلقبه بالطاهر وبالطيب الألقاب التي يحمل عبد الله والطاهر والطيب وكان أيضا يفرح به ويسعد به كثيرا وقصته جميلة معه لأنه ملأ عليه الفراغ بعد موت أخيه وشقيقه القاسم لكن ما هي إلا فترة زمانية قصيرة فتوفي أيضا عبد الله وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا بعد وفاة ابنيه القاسم وعبد الله فاجتمع المشركون وكان العاص ابن وائل يسخر ويقول محمد أبتر محمد أبتر الأبتر يعني الذي ليس له أولاد لا أصول ولا فرع ما عنده لا أصول ما عنده لا أم ولا أب ولا أجداد ولا عنده أولاد أبتر فنزل قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر ربنا وعده سوف يرفع مقامه إن أعطيناك الكوتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إلى أن قال له ورفعنا لك ذكرك سنرفع ذكرك يا محمد من دون أولاد أما أما الإبن الأخير الذي كان هو قرة عين النبي الكريم هو إبراهيم رضي الله عنه لما تزوج النبي الكريم بماريا القبطية ماريا القبطية أهداها مقوقس مصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مسيحية أعطاها له كسارية كجارية مع أختها سارة لكن النبي الكريم عرض عليه الإسلام فأسلمت أما أختها فرفضت فرجعت إلى أهلها وماريا القبطية لما أسلمت فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها وفي فترة وجيزة حبلت منه ووضعت له غلام فرح به فقالت ما تسميه قال سأسميه إبراهيم لماذا اختار إبراهيم لأن إبراهيم عليه السلام يحترمه اليهود وتحترمه النصارى وطبعا يحترمه المسلمون فقال سأسميه إبراهيم ففرح به المسيحيون واليهود لما ولد هذا المولود واختر له هذا الاسم إبراهيم يعني حبيب الله هي باللغة العبريا إبراهيم يعني معناه حبيب الله فعاش النبي الكريم مع إبراهيم فرح به قال سيملأ علي فراغي وكان دوما يزوره وكان يستردع في إحدى المناطق لعوالي المدينة يفرح به لكنه أيضا بعد أقل من سنتين وهو رضيع أيضا توفي إبراهيم رضي الله عنه اللحظات الأخيرة من حياة إبراهيم كما جاءت في كتب السنة يروي سيدنا أنس رضي الله عنه كان يقول بأن إبراهيم لما كان يحتضر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكف عن الدموع كان التدريفان بكى كثيرا وهو يرى ابنه يحتضر وهو صغير فيه حمى شديدة فجاءه الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله كيف تبكي أنت رسول أنت نبي فقال يا ابن عوف إنها الرحمة إنها الرحمة ثم مات إبراهيم فأخذه النبي الكريم بين يديه وتبعه الصحابة ودفنه في التراب وصار يبكي حتى ابتلت لحيته والصحابة من خلفه يبكون فكان يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحسن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن بفرقك يا إبراهيم لمحسنون وإن لله وإن إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى يبكي أكثر لما مات إبراهيم رضي الله عنه ورضيع وذلك اليوم يوم وفاة إبراهيم وقع أمر غريب في الكون لقد وقع الكسوف كسوف الشمس فالناس قالوا إن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم إن محمدا حزين والكون كله حزن لحزنه فقام النبي الكريم خطيبا في الناس وقال أيها الناس إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فأمرهم بأن يصلوا لله ويدعوا إذا كان الكسوف فليكتروا من الاستغفار وليصلوا وليركعوا لله الواحد للأحد فقالهم إبراهيم هو نفس ربنا اخترى بجواره وبقي النبي الكريم هكذا حزين على ابنه إبراهيم ودفن وكان عمر أندك ستة عشر شهرا دفن بالبقية هناك من يتساءل لماذا كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قال العلماء العل في ذلك عدم استمرار النبوة لأحد من بعد النبي الكريم حتى لا تورت حتى لا يقول أحدهم إن أبي كان نبي وأنا سأكون الوارث حتى يقطع النبوة هي الدعوة لله والدين لله ولم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم من عاقبه إلا ما أنجبته فاطمة الزهرة ابنته العزيزة أنجبت الحسن والحسين وهما يسمون بالسبطين وهذين السبطين الحسن والحسين هم الآن دريتهم منتشرة في العالم الإسلامي انتشر نسلهم الشريف يقال للمنسوب لسيدنا الحسن حسني الحسني هو نسبة لسيدنا الحسن أما من كان منسوبا لسيدنا الحسين يسمى حسيني الحسينيون الآن متواجدون في الكثير من بقاع العالم معروفين أن دمهم ساخن لأن سيدنا الحسين كان مجاهد وكان تائر على الظلم وكان قوي في الحق فهو الحسين والحسينيون أما سيدنا الحسن فكان مسالم وكان يميل إلى الصلح ويتنازل حتى عن حقه ليجمع بيضة المسلمين فالحسنيين معروفين أنهم فيهم الوداع إلى يومنا هذا كلما التقيت بإنسان من الشرفاء المنسوبين إلى آل بيت رسول الله وسألته هل أنت حسني أم حسيني إذا قالك أنه حسني اعلم بأنه ودود ستكتشف بأنه ودود ومسالم ويرفع الراية البيضاء وإذا كان حسيني ستجد بأنه قوي وثائر على الظلم ويسعى إلى الحق ولو كلفه حياته هذا باختصار أيها الأحباب الكرام هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردنا أن نتعرف عن هذه الأسرة الطيبة النبوي الشريفة وإن لله وإن إليه رجعون أسأل الله تعالى أن يسكنهم جميعا في واسع رحمته في الفردوس الأعلى بجوار أبيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يلحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين وأن يصلح أولادنا وبناتنا ويجعلنا على التقى والهدى إنه سميع قريب مجيب السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله وإن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة